جددت قوات النظام محاولاتها للتقدم إلى الأحياء المحاصرة التي يسيطر عليها الثوار شرق حلب وشنت هجوما على حي الإذاعة لكن مقاتلي الفصائل تصدوا لهذا الهجوم ودارت اشتباكة بين الطرفين في جبهات عدة بالمدينة وتركزت بالإضافة إلى حي الإذاعة في أحياء المرجة وسيف الدولة وجب الجلبي ونجحوا بتدمير دبابة وعربة مدرعة على محور باب المقام في حلب القديمة القائد العسكري العام أبو الوليد عقاب والقيادي في مجلس قيادة حلب التابع للثوار في حلب قتل يوم أمس وسط أنباء متضاربة حول الكيفية التي سقط فيها وأضافت أنباء أن أعداد القتلى لا تزال مجهولة جراء تعطل شبه تام لعمل فرق الإنقاذ والإسعاف وتوقف العمل في المشافي وصعوبة التجول فيما تبقى من أحياء في حلب من جهة أخرى ذكرت وسائل إعلام محلية أن قوات النظام قصفت بالمدفعية أحياء الأنصاري وجسر الحج والسكر وغيرها مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحا بينما تحاول هذه القوات التقدم على محور حي المعادي في المدينة ونقلت مصادر طبية أن عددا من المدنيين بينهم أطفال ونساء أصيبوا بحالات اختناق إثر إلقاء هذه القوات براميلة متفجرة تحوي غازالكلور على حي الكلاسة الذي يسيطر عليه الثوار